احتل المهاجم الجزائري اسحق بالفضيل وصف التهدفي الدوري الإماراتي بعد تسجيله لحد الآن لثلاثة أهداف مع فريقه بنياز في جولتين فقط وجاء بالفضيل ثانيا منصفة مع اسماعيل الحمادي لعب الأهلي بينما احتل الصدر اللاعب الفلسطيني لويس خيمينيز بأربعة أهداف أي بفارق هدف فقط عن المهاجم الجزائري لإشارة الجزائري الآخر نجيد بوغر لاعب الفجيرة لديه هدف واحد في رصيده